هذا القجع بيننا نفاتحنا على هذا المجال اليوم يتلقى المخزن صفعة لقجع وهذا تصريح تصريح اللي هو تقريبا رسمي صادر من طرف الجامعة الملكية والقدم بأنه مونع وقد رفض ما يتعلق بلباس أو استعمال قميص للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 السنة في لقائه المقبل يوم 10 ماي مع المنتخب الجزائري النسوي كذلك لنفس الفئة مونعة من استعمال الخريطة ويتعدد بحريان بالقوانين المعمول بها بالفيفا سنكتشف اليوم ليس مفارقات نفاق وتناقض وهو حقيقي من طرف الإعلام المغربي فيما يتعلق بالدفاع على الخريطة ديال الدحميس وحنا نسمينا هذا الدحميس لأنه حقيقة مرتبطة فقط بشركة الدحميس لتابعة مدى لتابعة الهولدينج ديال بن صالح بن صالح معروفين بطبيعة الحال في مجال ديال الأعمال وكذلك من المقربين من المقربين من المقربين من الحاشية ديال ملك محمد السادس وكانت بن صالح هي أحد يعني كانت تقود أعتقد الباترونة سابقا وعندها الوفود اللي هو كبير جدا ثم أغادين تحطوه على الطاس توجه صفعة قوية في أحد المراسلات التي تم مدى تم تداولها يوم أمس وهي بالمراسلة مراسلة اللي هي رسمية من طرف الطاس تؤكد أولا تنفي الدعاءات ديال المغرب بأن الطاس رفض ما يتعلق يعني بالنظر في هاد في هاد يعني في هاد في هاد في هاد القضية ما بين كل من نهضة بركان أو ما بين الفاف ما بين الكاف حقيقة ترجمة نانسي قنقر